في صرح طبي عراقي كان لمدينة الفاروق الطبية صورتها الأولى من نوعها في البلاد إذ الرعاية الصحية التي تطبق معايير عالمية في علاج المرضى وتقديم الرعاية لهم في الداخل ومنذ افتتاح المدينة عام 2013 في السليمانية حرصت أكبر مجموعة استثمارية في القطاع الصحي العراقي على أن تتخذ من التمييز عنوانا لها في كردستان كما تقول سيما بما تقدمه من تفوق في العمليات السريرية والبرامج الأكاديمية التي تبحث من خلالها عن الوصول بكادرها الطبي إلى معاكبة آخر التطورات العلمية الطبية في العالم بحسب ما تطرحه في أكثر من مناسبة ولأول مرة في العراق توقع مدينة الفاروق الطبية عقدا لتطوير خدمات الرعاية الصحية مع أكبر مزودي خدمات الرعاية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وهي شركة أستر دي أم شراكة قال متخصصون في الطب إنها تصنع مبادرة فريدة من نوعها للتعاون في مجال تطوير القدرات وبرامج التدريب المهني والأكاديمي للكادر الطبي والمتخصصين في الرعاية الصحية سيما أن الفاروق هي المدينة الطبية التي تقدم استشارات طبية غير متوفرة محليا بالتعاون مع أستر دي أم وستلعب الشركة دورا استشاريا في توجيه مدينة الفاروق الطبية للتقدم بطلب للحصول على الاتماد الدولي وفي خطوة مهمة تكمل أفاق الطموحات العراقية لمدينة الفاروق الطبية فإن التعاون بين المؤسستين الطبيتين يهدف بحسب العقل المدبر في إدارة مدينة الفاروق لتوسيع نطاق خدمة أستر الصيدلية في العراق لدعم توزيع الإنتاج الدوائي عقد شراكة ربما يقلل من الاعتماد على العلاج خارج العراق تدريجيا ويخلق أجواء المنافسة العالمية سيما مع حاجة ماسة لتطوير القطاع الصحي العراقي